طبعاً فيه ردود فعل واهتمام كبير جداً بحديث سياد رئيس مبارح خلال زيارته لقرية ستس الأمرة بمحافظة بانسويف كان الحديث منصب حول الحوار الوطني وتأكيد رئيس على إن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة بتجمعهم ده كان وراء دعوته للحوار الوطني واللي جمعت النسيج المصري بكل عناصره وصف كمان رئيس الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها مشجعة على الاستمرار فيه عشان كده كانت استجابة سيادة رئيس لها فورية وتوجيه كمان الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء الفعلي في تفعيل هذه الآليات بالفعل شازلي يمكن كمان الحقيقة الحوار الوطني قدر إنه يجمع كل أطياف الشعب المصري على هدف وأرضية وطنية مشتركة في الواقع إنه اللي بيتابع جلسات ومناقشات الحوار الوطني هيجد إنه فيه تفاعل كبير جدا مع الأفكار اللي بيتم طرحها في كل الملفات وإنه فعلا الحوار الوطني قدر إنه يوجد مساحات مشتركة من أجل الوصول لتوافق حول العديد من القضايا اللي بتشغل بالنا جميعا إن كان في الملفات الاقتصادية أو الاجتماعية دي يمكن من أهم حتى النقاط اللي تحدث عنها سيدة الرئيس أمس وعشان كده كانت الاستجابة السريعة من سيدة الرئيس للحزمة الأولى لمخرجات الحوار الوطني هي عبارة عن رسالة طمأنة رسالة طمأنة للقوى السياسية للشعب المصري كله بإن الحوار الوطني هدفه الأساسي هو خلق مناخ سياسي جديد يتسع لكل القوى الوطنية طبعا بنشوف في الجلسات جميع فئات المجتمع المصري ممثلة داخل اللجان عشان هدف رئيسي إيه هو الهدف؟ الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن بالتأكيد تجربة الحوار الوطني خلقت حيوية داخل المجتمع المصري بكافة مكونات وعشان كده كان طبيعي أن التوصيات تخرج في سياق وطني وتضع الحلول اللازمة لكافة الملفات اللي تم طرحها ونتابع مع حضراتكم خلال حلقتنا النهار ده كمان المشروعات التنموية في صعيد مصر خاصة طبعا زيارة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لبنسويف وقرية ستس الأمراء على وجه التحديد بنصبح على حضراتكم صباح الخير واستعادة عليكم جميعا صباح الخير يا مصر